كما شارك وفدوم مثلي مجلس النواب بمملكة البحرين اليوم فالاجتماع الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في دور الإنعقاد السنوي الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي في العاصمة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة المسودة الثالثة لمشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة التنمر في العالم العربي لما يمثله من مخالفة جسيمة لتعاليم الأديان والقيم والأخلاق الحميدة واعتداء صريح على حقوق الإنسان وانطلاقا من دور البرلمان العربي ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان فإنه يبادر بوضع قانون استرشادي لمكافحة جريمة التنمر ودعوة البرلمانات الوطنية لإقرار سياسة تشريعية فعالة للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية